وقد أوضحنا للعالم أن الحلول الأمنية التي تبناها وتتبناها إسرائيل لن تفيد في شيء وأن الحل الوحيد يكمن في إنهاء الاحتلال ضمن برنامج سياسي يتبناه مجلس الأمن والمجتمع الدولي ولا أرضية مبادرة السلام العربية منذ اللحظة الأولى لتطور الأحداث في قطاع غزة بدأنا تحرك عربي ودولي لوقف هذا العدوان ووقف شلال الدم الرئيس محمود عباس تلقى عدة اتصالات من عدد من زعماء العالم وقد أجرى عدة مكالمات هاتفية مع عدد منهم